دلوقتي أنا لو أزيت حد بالكلام بالغلط ومش بنيتي النقذية وهو ما قبلش يسمحني كده ربنا يا حاسبني يا حاسبك أنت لا إنما هيهو و هيضيع على نفسه السواب أيوة تفضلي وليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس باختلاف يعني مثلا اختلاف لون البشرة وكده وليزالون مختلفين إلا من رحب ربك ولذلك خلقهم ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلقه بطريقة فيها ما يسمى بسنة التدافع إن الناس بعضها يدفع بعض إلى العمل وإلى العمارة وإلى تزكية النفس وإلى الخير فالاختلاف مهمته كده يعني لما تيجي تختاري آلة الآلة دي مش كلها حاجة واحدة بس لا دي تروس مختلفة بعضها بيحرك بعض بطريقة ونظام معين علشان يصل في النهاية إلى الفايدة بتاعة المكة نادية من غير الاختلاف يكون في تساوي في عوالم ربنا خلقها كده عالم الملائكة مثلا كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا كلهم واحد هم درجات عند الله لكن كلهم واحد زي اللي انت طلباه في ذهنك كده إنه يبقى يبقى فيش اختبار ما فيش امتحان ما فيش اختيار لكن ربنا خلقنا مختارين وخلقنا عندنا عقل وأسجد لنا الملائكة فساعات الإنسان يطلب يقول لا أنا عايز أبقى ملك أنا مش عايز أبقى إنسان أنا عايز أبقى ملك وأسجد للي انتوا عايزينه بس سيبوني في حالي كده انت بتسدي على نفسي يعني واحد بيديك كيلو دهب فانت بتقولي لا أنا أكتفي بحتة ورقة كده مكتوب عليها كيلو دهب لا فيه فرق كبير بين كيلو الدهب إنه يكون معاكي كده وبين حتة ورقة مكتوب عليها إنه ده كيلو دهب أو إنه فطورة بكيلو دهب الإنسان يجب عليه أن يكون يعني عاقلا العاقل وخصيم نفسه يعني هو حكيم ويقول لنفسه أنا ربنا أتح لي كل الخير ده ده احنا في خير عميم والتكليف والاختيار والعقل والدنيا بالنكد بتاعها ده فرصة العمر علشان يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنا ويثبنا ويجازينا خيرا وبعدين ننقلب إليه فيدخلنا الجنة فدي حاجات من المهمات